طيب حالك عندك كتاب اسمه المسكوت عنه في التاريخ لو سألتك أبرز هذا المسكوت عنه في حاجات كتيرة التاريخ ما بيذكرهاش وعشان كده دكتورة نعمة أحمد فؤاد تقول تاريخنا انتقائي ومزيف ان احنا من انتقل اللي احنا عاوزين ومن اذكرش الباقي فهناك اشياء كثيرة طيب انت ما تيجي تذكر حاجة عن فلان مثلا اذكر كل حاجة فلازم نعرف التاريخ وحقيقته ما له وما عليه وعشان كده هو يعني يقول لك تجربة قلمتني تجربة علمتني وانا اتعلم من التاريخ من انجازاته ومن انتقاساته طيب مالشي الجيد جدا الممتاز اللي لم يذكروا التاريخ عن التاريخ المصري في التاريخ المصري ايه اللي بيذكروا عن التاريخ ما هو التاريخ السميل حاجتين وقائع ودي ما لا يعني لا يختلف فيها اتنين يعني ما اقول ان الرئيس جمال عبدالناصر امام قناة سويس سنة ستة وخمسين ما حدش يختلف نيجي بقى في الاراء بقى هل البعض يقولوا كان لازمتها ايه ما كنا هترجع علينا بعد سنة 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 على سبيل المثال تم هدي جرت علينا عدوان سلاسي وثلاث محافظات اتبعتار التاني يقول ما كانوش هيده لنا ويقول التاني يرد عليه يقوله تم هسابه هونغ كونغ وما جراش حق واذا ما كانوش هيده لنا ما حنا نقدر بقى لان الحق في التأمين مثلا فاذا يعني الاراء في التاريخ شيء والوقائع التاريخية شيء تاني فاحنا نعتمد على الوقائع التي تحدث في التاريخ يعني هل المعنى ان احنا لابد ان نعيد كتابة تاريخنا اه طبعا ونذكره كما هو يعني نذكر الوقائع كما هي حريك دي يبقى مهتم جدا بمصر والمصريين يعني احيانا مصر والمصريين والمصريين احيانا بنسأل نحن في منطقة البحر المتوسط هو في القارة الافريقية ونتحدث العربية وفي المنطقة العربية من نحن؟ نحن مصرييون نتحدث العربية وليس معنى هذا ان انا عرب كانت احنا عندنا ايران مساء نفسيا على سبيل المساء بقلاش كذا وكذا لدينا امريكا نفسيا الولايات المتحدة الامريكية ما говорوش الولايات المتحدة الانجليزية لانو بتحدثوا الانجليزي عندنا 28 دولة فرانكفونية بيكلموا فرنصاوي ما говорوش احنا فرنصوين قالوا لا احنا عرب عشان دي دولة اسلامية طب عنداك ايران إسلامية وتركيا إسلامية وإندنشيا إسلامية ما قالوا شحنا عرب قالوا لأن العرب جم طب يا سيد العرب جم قعدوا 190 سنة تم اليونان قعدوا 300 سنة والرومان قعدوا 670 سنة بقين رومان وبيضحنا نبقى مزاعق بعد كده يعني فإذا لا هي باللغة ولا هي بالدين ولا هي بفترة احتلالية طالت أم قصرت الهوية والأرض أنا تولدت في مصري بنا مصر وبعدين أنت مصري ده أنت علمت الدنيا كلها من الأول آخر أنت هيجب أن تفخر بهذا نحن شعب حكم الدنيا وسأد ونمى والظهر في المهدي صغير سينة حاليا وهو الموضوع اللي شغلنا كلنا سينة في التاريخ المصري ماذا تمثل يعني هولان يعني هي طول عمرها جزء من مصر وطول عمرها يعني بتعتبر الكنز بتاع مصر من الأول آخر وده اللي يتكلم عنه جمال حمدان لأن كان جمال حمدان يطالب بربط سيناء بقلب مصر فإحنا عملنا خمس عنفاق دلوقتي من الأول للآخر وصلنا المية والأراضي الزراعية والحاجات اللي زي دي وطبعاً الخطوة دي كان يجب أن تتخذ منذ 52 إنما هي طبعاً كنزة لمصر من الأول للآخر وهي أيضاً زي ما تقولي المصد بتاع الهجمات اللي بيجلنا من ناحية الشرق يعني عشان كده كتير أول مصريين ما كانوش يحس ويلات الحروب اللي مرت علينا مثلاً في 67 و 73 والاستنزاف والحاجات اللي زي دي يعني تقدر تشبهيها بالإضافة إلى الكنوز اللي موجودة فيها إنها الإكسدام بتاع السيارة هي اللي بتصدى عننا الهجمات دي كلها من الأول لآخر وعشان كده لا يمكن أبداً التفريط فعلاً فيها يعني يعني أبرز الغزوات التي تم صدها عن طريق المصريين من سيناء نعم طبعاً وكل الشرور اللي جات لنا هي بيجرنا ده المدخل اللي بتيدخل لنا يعني يعني وعشان كده من أيام الحضارة المصرية القديمة كان دايماً بتبقى قلاع وتحصينات في سيناء عشان خاطر الهجمات اللي بتيجي من هناك يعني طبعاً دكتور واسيم يعني دايماً بيقول إنما برنارد لويس بكل أسف هذا الرجل الشرير مقسم مصر وحاطت شرق الدلتا مع سيناء على أساس إنها دولة فلسطينية منزوعة السلاحة تحت الهيمنة الإسرائيلية وده اللي بيحاولوا يعملوه دلوقتي ولكن هيهات طبعاً يعني طبعاً حيكت ذكرت برنارد لويس فعلاً كان فيه تفكير إلى هذا التقسيم يعني كما يعني بيقسموا بلد نحن يعني أو ده شيء غريب جداً يعني ده مقسم المنطقة كلها قالوا إن احنا هنقسمها لدولة مسيحية ودولة سنية دولة مسيحية في شمال الدلتا عاصمان تسكندري ودولة تالتة في شرق البلد في سيناء اللي شرق الدلتا مع سيناء دولة فلسطينية يعني كيف يمكن له أن يفكر هذا التفكير في بلد مش بلده ده أتكلم على سوريا وأسمها والعراق وأسمها والسودان وأسمها هي قاعدة استعمارية يعني فلسطين بتاعدي إسرائيل حالياً أنا بس أم ماشي إسرائيل لسبب بسيط أن بني إسرائيل ليسوا فيها بني إسرائيل حقيقيين موجودين في نابلس اللي هم تسامريين ودولة عددهم لا يتعدى الألف وخدوا أن ينقردوا لو لأنهم سمحوا بالزواج من المسيحيات والمسلمات ورجعوا تاني عايزين دلوقتي يقصروا الزواج عليهم هم ونفسهم لأن ابتدت الدنيا تتغير معهم شوية والفلاشة بتاعت الحبش إسيوبيا هم دول اللي بني إسرائيل وطبعاً ليه بتوع الحبشة لأنهم خدوا التابوت العهد وراحوا به وهو موجود يقال أنه حالياً في أحد الكنائس فات الحبش إنما اللي عايشين في إسرائيل نفسها مهم ماش بني إسرائيل وماغريت كاندل عالمة الجينات العظيمة داهياً أثبتت أن اللي موجودين في إسرائيل إنما هم أوروبيون يعتنقون الديانة اليهودية إنما هم لا بني إسرائيل ولا غير